بسم الله الرحمن الرحيم اهلا بكم ابناء الطلاب طلاب جريد 5 مع حصة جديدة من حصة مستر ساينس مع مستر الشريف الهواري جاهز ادواتك وجهز وراء وقلب معك عشان تكون متابع معي ان شاء الله وتشوف التعريفات والديفينيشنز بتاعتك والحاجات المهمة كلها تسجلها في دفتارك وفي كاشكولك طبعا يا ولاد ما ننساش نعمل سبسكرايب للقناة ونعمل فولو لصفحة مستر ساينس على الفيسبوك عشان تشوف جدول الحصص بتاعك لو انت اول مرة تشوفنا وطبعا واتتابع موعية حصتك وكمان ما ننساش الكلاسروم بتاعنا الفصول بتاعتنا اللي احنا عاملنا يا ولاد علشان كل فيديو احنا بنشوفه بيكون عليه كويس زي ما انتم عارفين وطبعا بتدخل تحل الكويس ده مع طبعا في اختبار في نهاية الاسبوع على الدرس بتاعنا كل اللينكات وكل الاكواد اللي خاصة بالفصول بتاعتك موجودة تحت الفيديو ده تقدر تشوفها وتطلع عليها وتنضم لينا طبعا مجانة بدون اي رسوم اه نهال ده ان شاء الله هنتكلم عن يونت وعن لسون فور اللي هو بعنوان ماجنيتزم اند الكتريستي يعني اللسون بتاعنا المرة دي بيربط يا ولاد ما بين الماجنيتزم اللي هي المغناطيسي يعني المغناطيس مع الكهرباء ايه علاقة ده بدا تقولي يا مستر هي في علاقة ما بين الماجنيت والالكتريستي اه بمعنى الماجنيتزم يا ولادي والالكتريستي في علاقة مهمة جدا جدا انا عارفها النهاردة ان شاء الله الفيديو هيكون على حسطين علشان تقدر تركز في كل واحدة فيهم اه طبعا اللينكات بتاعت آآ البلايلست كاملة بتاعت كريد فايف هتلوها تحت الفيديو ده بحسط قدر تجيلك الفيديوهات كلها مترتبة بتاريخ من ساعة ما بدأنا الشرح بتاريخ طبعا اول يوم شرحنا فيه اه طبعا اول حاجة في علاقة بتربط ما بين الماجنيتزم والالكتريستي طب هي عبارة عن ايه بقى يا ولاد اول حاجة ان فيه حاجة اسمها زا الكتريستي الكهربا يعني تاني كده مصدر يعني الكهربا تجيب لي ماجنيت تعمل لي مغناطيس آآ تاني كده يعني الكهربا عندها تأثير مغناطيسي يارب يكون مفهومة العنوان ده طب تاني واحد او تاني حاجة يعني ده الحصة الاولة النهاردة ودي الحصة التانية يا ولاد. number two. the magnet has electric effect. ده العكس دي مستر. يعني المجنت المغناطيس has electric effect. يعني ممكن من مجنت يا مستر يعمل لكهربا? طبعا. بص ماشي ازاي? اول واحدة. الكهربا ده هذا ان الكهربا لها تأثير مغناطيسي. يعني ممكن بتعمل مغناطيس. تانية حاجة لتأثير كهربا او يقدر يعمل لي كهربا. لا تعالوا بقى نشوف يا مصر. يعني الكلام ده كده شكله كده ايه هيتعب دا شوية. ولا هيتعبك ولا حاجة. الكلام سهل جدا. بس تعالى ركز معايا خطو خطو. نبدأ اول حاجة يا ولاد. اللي هي ايه? الكهربا تعالوا نشوف احنا مش في صدقين. تعالوا نشوف. في اتعاملت بتاعيه ايه? اول حاجة يقولك في يعني انت اعمل اللي هي ايه مصطر بطارية حجر بتاع الرموت بتاع التلفزيون ده. وهات كده سبته هنا اللي هو لا نماشي عليه بالقلم ده كده. والناحية التانية كده. وحط كيه مفتاح كده. يعني اضع السلك. تمام عشان تقدر تفتحه ايه وتقفله وتلي بمزاجك. وحط هنا طبعا السلك اهو. وحط عليه كده بصلة. يعني حط السلك وحطه في ايه بصلة? البصلة اللي موجودة عندك في الشنطة بتاعتك او البصلة اللي بنعرف بها طبعا. طيب وبعدين. يلا بقى. شايف الكي ده? المفتاح ده? اقفلوا. يعني خلي السيركيت بتاعتك ما لها? يعني انت خليها تمام? ايه اللي يحصل? الكهرباء هتمشي. مضبوط طبعا. طيب و ايه اللي يحصل بقى المفاجأة? احنا عارفين يا ولاد ان الكامبس بتتأثر بايه? بالمجنة البصلة تتأثر بمغناطيس. يعني انت لو معاك بصلة كده كامبس وجدت مغناطيس وقعت تتحرك وحواليها هتلاقي تتحرك. او انا بقى ما جبتش مجنة المرة دي. وحاطة بتاعتي اللي هي البصلة. وخليت الكهرباء بس تمشي. في اللي هي موجودة عليه دي. ايه اللي حصل يا ولاد? بصوا كده. دي كده بتاعتك. كان بيجي في كمان في براكتيكال. انا كده اعتبر كان انا نشرح سؤال في الامتحان. امتحان العملي. هنقول لي يا ولاد ان ان الابرة بتاعت البصلة دي. يبقى دي بتاعتي. طيب. ايه هو بتاعي بقى? ايه هو الاستنتاج? استنتج من كده ايه? ان الالكتريستي مش هينا كان فيه كهرباء ماشية في السلك. ده هزا الكهرباء دي قامت بدور المغناطيس كأنها مغناطيس واثرت على مين? اثرت على اللي هي البصلة بتاعتي. يبقى ايه هو يا ايه يا ولاد? ان ده الالكتريك كارانت او الالكتريست بصفة عامة كان تقدر تولد لنا او تعمل لنا ماجنيتك فيلد. يبقى كل الفكرة انا جبت اهيه وحاطت فوقها ايه? بصلة. وصلت كهرباء شغلت الكهرباء. الكمباس نيدل دي حصل لها ايه? تحركت. استنتج من كده ايه? ان الكهرباء دي ان الالكتريستي هزا طيب. معنى كده ايه يا ولاد? ان انت عشان تجيب مغناطيس الفكرة دي حاجة اسمها الاكترو ماجنيت. يعني يعني العلماء قالوا ايه? قالوا ايه ده احنا ممكن من من كهرباء من كهرباء من الكتريك كارانت وكان جيت ماجنيت نقدر نجيب مغناطيس دي فكرة مهمة جدا ده احنا نقدر نعمل حاجة اسمها الاكترو ايه? الاكترو ماجنيت اللي هو بالعربي بيسموه باسمه مغناطيس يا ولاد كهربائي. يعني مغناطيس بيشتغل بالكهرباء بمزاجك. عايز تخلي مغناطيس شغل الكهرباء يتحول مغناطيس. افسر الكهرباء ما بقلش مغناطيس. تعالوا نشوف عملوها ازاي. المهم يفهمنا الفكرة? انا استفدت ان في ماجنيتك فيلد فروم الكتريك كارانت ان احنا عملنا ايه? طب مين هو الالكترو ماجنيت? الالكترو ماجنيت. ات ازا ماجنيت وتش از ميد باي الكتريستي. اتزا ماجنيت وتش از ميد باي الكتريستي. يبقى لو جالك في الامتحان آآ اا اتزا ماجنيت ميت باي الكتريستي مغناطيس اتعمل بالكهرباء. مين هو طب ايه الفكرة بتاعته يا ولاد? خلي بالك كده. عملوا ايه? جابوا اللي هي الباتري. البطارية. حجر. بصوا معي في الصورة كده. وجابوا واير اهو سلكي كده زي ما انتم شايفين. ولفوه حوالين كتعة من الحديد. بيسموها باسم ايه? روت ايرون. روت ايرون يعني كلمة روت ايرون. بالعربي انا مش عايز اقولها لكم بالعربي بس يعني. بيسموه باسم حديد نوع من انواع الحديد يا ولاد فيه عندنا ستيل ايرون اللي هو الحديد الصلب. تمام? في حاجة اسمها روت ايرون بقى اللي هو الحديد بيسموه مطوع. يعني ايه مطوع يا مستر? يعني بيطوعني كده يعني صح يعني هم اللي يسموه كده عشان كده. لان انت بسهولة ممكن تخليه ماجنت لما تخلي الكهرباء تمشي فيه. تمام? ويتحول لماجنت. فسموه اسم روت ايرون. عشان كده لازم تكتب الكلمة دي. طيب وبعدين حصل ايه? بصوا يا خلي بالكو كده. لفوا السلك ده. حوالين الروت ايرون ده. المصمار الحديد ده. واول ما قفلنا يا ولاد ووصلنا الكهرباء كانت فيه هنا ببيبر كلابس كده مصامير دبابيس وورق. ليه دبابيس الخفيفة دي? اول موصلنا المصامير دي او الدبابيس دي ترعت جاري على مين? على الروت ايرون ده. ايه ده يا مصر ده? ده كان قطعة حديد عادية يعني زيها زيهم. ايه اللي خليها تشدوهم كده وتحولت لماجنت? هو ده يا ولاد. اللي هو الالكتريك ايه? كارانت. يبقى اللي حصل? لما الكهرباء مشيت. مشيت يا ولاد حاولين الروت ايرون ده. انت تشينج انتو ايه? ماجنت. حاولتها الماجنت. يا رب نكون فاهمينها. انت ممكن تعملها ازاي? هات مصمار? بس طبعا لو كان مصنوع من الروت ايرون الحديد المطوية اللي احنا قلنا عليه ده يبقى افضل. بس يعني هات مصمار عندك في البيت. وهات سلك. شيل منه البلاستيك اللي عليه يعني خليه على الكابر بتاعه عن الحاس بتاعه. ولفه كده. حولين المصمار. وهات طرف وطرف يعني طلع له طرفين. ووصلهم ببطارية عندك. كده. وهات يلا بقى ده بابيس خفيفة كده. واول ما تقفل شو بيحصلين? اول ما تقفل هتلاقي يا ولاد هتلاقي ان ايه? اتشدت للمصمار. انت كده عملت ايه? انت كده دلوقتي حالا عملت الكتروماجنت. طب يا مصر انا لو قطعت الكهربا المصامير دي تقع تاني على طول. تقع تاني على طول. ده معناه يا ولاد اللي انت رجعتها تاني. رجعتها تاني كتعة حديد. تمام كده? زي ما قلنا في الشرح بقى تعالوا نطبق اللي احنا قلناه في الشرح ده على بتاعتنا. طبعا في الاول اللي انا هنجرب واستخدم ده المصمار الحديد ده من غير ما وصلوا بالكهربا. من غير ما وصلوا بالبطاري. وحاول اقربوا كده من قصصات الورق. هل في انجزابة لحاجة? لا يا مصر. هبقى المصر اهو. ما فيش حاجة. هنا نفس الكلام. يلا بقى نشوف لما نوصلوا بالكهربا هيحصل ايه يا ولاد? تعالوا كده نشوف ونشوف الناتج هيحصل فيه ايه. مصمار بتاعنا من من الحديد اللي احنا انا قصيت يا ولاد طبعا عشان محبوض يبقى يكون خفيف شوية. آآ وبص كده اقرب بصوا بقى حصل ايه? ايه ده يا مستر ده تحول لمجنة. بالزبط يا ولاد تحول لحاجة اسمها الكترو مجنة. الكترو مجنة. شايفين شايل ازاي? اول مفصل الكهربا بصوا مجرد مفصل وقعت. انا خفيت ايه ده بس من على البطارية. اول ما احاول ادوس تاني اهو واشيل اهو. بصوا حصل ايه? شال يا مستر. يعني معنى كده يا ولاد انا حملت دلوقتي حولت الالكتريك انرجي انتو مجنيتك انرجي. واللي حصل ده واللي عملته ده اسمه الكترو مجنة. مجرد مفصل وقى المصمار. اذا فاكت ايه ده يا اهو. وقى المصمار. هل في انجزاتي? بصوا كده. مافيش انجزين. بصوا كده اول ما اوصل. تلع معين المصمار. اشيل ايه晚 ايه. اهو اورتيني. وهكز يا واحد. اهو. اول ما اوصل تلع. اشيل يوع. وهكز انا كده بحول الاكتريك انرجي انتو مجنيتك انرجي. وانا كده عملت حاجة اسمها الاكترو. الاكترو مجنيت. انهنا بحول فيها طبعا الاكتريك انرجي انتو مجنيتك انرجي. يبقى خلي بالك بقى كده معي. يبقى ايه هو تركيب الالكتروماغنت? نركز بقى كده. ممكن تكتب كلمة يعني ملفوف اللي هو بيسموه باسم منصر الكلمة دي صعب علي شوية. خلص. ممكن تكتب مكانها كلمة وبعدين اهو بصوا كده ولاد اهو اللي هو الكتعة دي وانت نافي حواليها ايه بصوا ايه كمان نمبر اهي اهي طيب ايه كمان نفسه اللي هو الكتعة الحديد اللي احنا قلنا عليه. بصوا اول ما يقفل بصوا كده. بصوا هنا اول ما يقفل اتحولت لي ايه اولاد شايفين الديبابيز راحت فين? شدت على طول. اول ما تقطع افتح بقى السيركت دلوقتي واقعت الدبابيز. يبقى ايه فكرة العمل? او اللي هو الصفت ايرون بص تاني كده. وينزى الكتريك كارنت لما الكهرباء تيمشي مش انت لما تطيق في الكهرباء هتمشي هنا في السلك ده اهو كارنت او. ايه اللي يحصل? يعني يبقى مغناطيس مؤقت. طبعا بيسموا ساعتها الجهاز ده باسم الاكترو ايه اولاد? الاكترو ماجنت. يبقى اتحول لماجنت ازاي? لما الكهرباء. تمام? لما لفت حوالين السلك الملفوف حوالين اللي هو الصفت ايرون. طب يا مستر. لو انا عايز اخلي المغناطيس بتاعي يا مستر قوي شوية. اعمل ايه? اصلا انا عملت يا مستر دي في البيت. بس الماجنت ده كان ضعيف خالص يا مستر مش هدي ليش حاجة. عندك حاجتين يا مستر ممكن تعمل. بس كده. ازاي تقوي الماجنتيك فورس. قوة المغناطيس. عندك حاجتين. اول حاجة. يعني زود عدد اللفات بتاعت الكبر واير يعني يا مصمره. والمصمر ده ده لفت حوالي مسلا. الواير بالشكل ده. لكن ده لفت حوالي الواير بالشكل ده. مين عنده اكتر? هتقول لي يا مستر اللي هو نمبر ايه ده? يبقى مين فيه ولما توصله بالباتري? لما توصله بالدراي سيل بتاعتك الباتري? يديك يديك ماجنتيزم اكتر او يديك ماجنتيك فورسة اقوى. هتقول لي ايه طبعا يا مستر بالعقل كده. كل ما لف عليه كبر واير او كويل اه اللي هو الكبر واير اللي هو يعني لفات الملف دي كل ما لفة اكتر. كل ما تكون الماجنتيك فورسة اقوى. برافو عليك. how can you increase the ماجنتيك فورسة في الكترو ماجنت? ازاي تقوي? القوة بتاعت الماغناطيس بتاعت الالكترو ماجنت? هتقول له طبعا by increasing the number of coil turns. عدد اللفات. طب نمبر تو. مستر? مفيش حاجة تانية? لا فيه طبعا. يعني يا ولاد سنمسح كده. او خلينا نعملها هنا وراء. ممكن يكون عندك نفس المصمار. اهو المصمار اهو بتاعك اللي هو وهنا في لفات وهنا في لفات تانية. نفس العدد. يعني وليكن هنا مسلا تيرن عشر لفات من السلك اللي هو الكويل هو الكابر واير. وهنا بس ده انت موصله بطارية واحدة. وده انت موصله بحجرين بطاريتين. معلش بقى الرسمة. تمام ادي بوزتيف ونيجتف وبوزتيف ونيجتف. مين في يوم يشد لك مصامير وده بابيس اكتر? هتقول يا مستر اكيد ده. ليه? بكوز ده نمبر اف باتريز ايه? مور ذان ده نمبر اف باتريز ان فيجر بي. لو ده فيجر ايو ده فيجر بي. حاجة التانية اللي بتعمل للماجنيتك فورس هي يا ولاد النمبر اف باتريز. باي انكريزين ده نمبر اف باتريز اللي هي البطاريات بتاعتك. نايس نعرف يا اولاد. ايه الاستخدامات بتاعتنا? نحن بصلا اكتشافنا نتشافه خطير جدا. نحن اكتشافنا اللي احنا بالالكتريستي ازاي نقدر نجيب ماجنيتزم. هنعدي الموضوع ده? لا طبعا مش هنعديه. احنا هنستخدم في ايه? نمبر وان. بصوا كده نغير لكم بس اقلم شوية. ايه? يعني ايه? يعني في المصانع عايزين يشيلوا مسلا انقطع حديد تقيلة وصعب اللي احنا نشيلها. الوينش طبعا اللي احبنا عليه الوينش يا ولاد. طبعا ايه اللي يحصل? بيجي طبعا اللي هي ديت اللي هي الاو ناش دي او الوينشز ويروحوا طبعا مشغلين الكهربا يتحول لماجنيت. وتروح شايل الحديد اللي انت عايز تشيله. طمام كده? ايه كمان يا ولاد? طبعا يعني اجهزة از يعني هنستخدم الالكتروماجنيت ده في عمل اجهزة زي ايه? الجرس بتاع الكهربا اللي عندنا بتاع البيت الجرس بتاع الموجود في المدرسة عندنا. ده بيكون في الالكتروماجنيت. الالكتروماجنيت. ايه كمان? اللي هو الخلاط. ده بيكون في الالكتروماجنيت. زي كمان. ديسك درايف. اللي هي اللي هي طبعا اللي هو المكان في ده. بيكون فعبارة عن زي كمان يا ولاد اللي هو تليفزيون. يبقى نحفظ. آآ الكتريك بال ديسك درايف. الكتريك ميكسر. كمان بالاضافة لإيه ازا ما احنا قلنا من شوية. طبعا في اللي هي الرافعات او الاوناش. طبعا عشان نرفع القطع الحديدة صعبة احنا ايه نشيلها. طيب. تعال نشوف كم سؤال جيف ريزون. جيف ريزون. اش معنى اخترنا ازا ما احنا قلنا. بكوز ذا روت ايرون نيل جين اندلوز ماجنيتزم ازلي. خلي ما لك من الجملة دي. بكوز ات جينز اندلوز ماجنيتزم ازلي. ان هو بيكتسب يا ولاد وبيفقد الماجنيتزم بسهولة. زي ما احنا اتفاهم بيطوعني مطوع صح? اوصل له كهرباء يبقى ماجنيت اشير منه الكهرباء مفقاش ماجنيت خلاص. يبقى بكوز ات جينز اندلوز ماجنيتزم ازلي. احفظ السؤال ده مهم. نمبر تو. the magnetic force of electromagnet increases by increasing increasing the number of batteries. ليه الماجنيتك فورس بتزيد لما تزود عدد البطاريات. هتولي يا مستر. because the intensity of electric current will increase. because the intensity شدة الكهرباء او شدة الطيار الكهربي اللي ماشي في ده هتزيد. بكده يا ولادة احنا انتهينا من الدرس بتاعنا النهاردة. ان شاء الله انتظروا الجزء جاي من الدرس او الجزء التاني من الدرس ان شاء الله في الحلقة اللي جاية. اه يا رب تكونوا فهمتوا الجزئية دي. ذاكروها كويس جدا وحلو عليها اسئلة. ومنتظر اسئلتكم لو في حاجة صعبة. اه ما ننساش كل اللينكات موجودة تحت الفيديو. تقدر تشوف اللينكات اللي عايزة. والفيديوهات القديمة. اه للدرس اللي فاتت. اه بالتوفيق لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.